السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين على قناة مختار تيك وشاومي اليوم أعلنت بشكل رسمي وعالمي عن نسخ الشاومي مي داعش وأيضاً الأسعار لعرضتها التي هي باليورو محاولة للدولار يعني على النسخة ستكون بسعر 960 دولار بالإضافة إلى النسخة ستكون فقط 8 جاية مقال 122 جيجا بايت أو تقدر تحصل على 256 جيجا بايت إلى جانب دعم لمسألة تبديل شاشة لأول سنة بعد الشراء لكن هذه محددة لبعض الدول الأوروبية أيضاً الشاح الموجود داخل العلبة الـ 55 واط نفس النسخة الصينية لا يوجد أي اختلاف من ناحية المواصفات وهذه الأسعار ممكن تختلف عندنا مناطق العربية بشكل عام لكن حسب التوريد إلا مصدر الإمارات نحن كالعادة ما عندنا وكلاء رسميين أو موازعين فبالتالي رح يوصل لنا السعر حسب السعر العالمي الموجه الخاص بالتجار ولكن باعتقاد الشخصي ما رح تقل أي نسخة عن 850 دولار من هذه النسخ أيضاً بالنسبة لي الهواتف بين البرو والبلاس أول واحدة من الأسئلة رح تسألها فالبرو والبلاس طبعاً من أكوفة شيط انعرض وتسرب عن هذه المواصفات عرفت على بعض المصادر قسم قالوا ممكن إيه ممكن لا ولكن تقديراً أنا حسب خبرتي على هذه المواصفات فهي أقوى شيء ممكن تنطي شركة شاون مع هذه الهواتف ولكن أيضاً الأسعار رح تكون غريباً وعمالاً لأنه تخيل أنه النسخة العالمية للنسخة العادية رح تكون بهذا السعر فتخيل أنه رح تدفع أكثر من ألف دولار نسخة البرو أو البرو بلاس حسب الشيت المسرب أو ممكن نسميها ألترا فبالتالي شكراً مواصفات هذه اللي ضابتنا للشركة باختلاف عن الميداش النسخة العادية فبداية أول شيء جينات التصميم من ناحية الميتيريال والخامات رح يكون هو نسه من نسخة الميداش حسب التسريب طبعاً وأيضاً من ناحية جينات الشاشة هي نفس منقولة مثل ما قدمتنا مع الميداش بالنسبة للمعالج أكيد هو نفس المعالج سناب درايجون 2880 من ناحية الدعم الراموات الذواك العشوائية AirBDDR5 وأيضاً عندنا نوع التخزينة 3.1 الأحدث أيضاً ولكن اختلاف أول شيء هنا ما بين نسخة البرو والبرو بلاس أو الألترا خلن نسميها أول شيء بطاريات الجهازين أو هذه النسختين رح تكون 5000 ميلي أمب اختلاف أنواع الشحن فالبرو رح يقدم لك 67 واط زائل 67 واط من ناحية الواير والوايرلس لنسخة البرو أما بالبلاس رح ينطينا الواير 120 وال67 للوايرلس لأنه هذا أعلى نسخة حالياً تم اكتشافه على منصات شهادات الجودة لهذه المسألة من ناحية الوايرلس لغاية 67 واط ولكن 120 شفناها سابقاً رح يتنزل مع نسخة الألترا أو البرو بلاس أيضاً من ناحية الاختلافات الثانية من ناحية الكاميرات الكاميرات كالمعتاد رح يتم تغييرها من نسخة البرو والبلاس عن النسخة العادية فالنسخة الاختلافات يمتلكون نفس الكاميرات ولكن بإضافة كاميرا واحدة لنسخة البلاس فنبدأها مع الكاميرا الأساسية رح تكون بدقة 50 ميجا بيكسل المستشعر ومستخدم من سامسونج في الجيل الثاني مفترض مستشعر ينطينا حجم المستشعر يكون أوسع حتى يدخلنا إضاءة ويطينا ديتلز أفضل مع تقنيات التي يستخدمها أو تستخدمها سامسونج بيدعم البكسلات بإظهارنا بكسل واحد فبالتالي هذا التفاصيل أيضا نعرفه بعدين العنسة الثانية رح تكون هي 48 ميجا بيكسل اللي رح تستخدم مستشعر من سوني ايكس 500 و 86 أو 98 واحد من هذه المستشعرات ورح تكون خاصة بتصوير زاوية واسعة للنسختين أيضا الكاميرا الثالثة رح تكون هي عندنا 48 ميجا بيكسل أيضا ولكن للتليفوتو أو لتصوير الزوم ولكن الاختلاف ما بين نسخة البرو والبلس البرو رح تحصل لنا إلى 5 اكس اوبتيكال زوم أو بصري وصلنا إلى 120 اللي هو الرقمي والاختلاف من بلس رح يضطينا 10 نفس العدسة لكن تضطينا 10 اكس اوبتيكال بصري وصلنا إلى 120 الرقمي هذا من ما يقص هذه الكاميرا إذن وين الكاميرا الإضافية؟ مع البلس رح يضيفنا كاميرا 12 ميجا بيكسل اللي هي البرتريت مود أو نقدر نقول عليها خاصة بالعزل مع التو اكس اللي هو التثبيت البصري لهذه الكاميرات أيضا أوزان مختلفة البرو رح يقدم لك 220 غرام مقابل 230 غرام نسخة البلس الغريب بالموضوع حسب الشيط يعني إذا سويت شاومي رح تنفس بقية الشركات في هذا الموضوع ممكن لأن هذه واحدة من الأمور اللي يطلبها يا مستخدمين ومحبين شاومي هو معايير الـ IP68 أو معايير مقابلة الماء والغبار للنسختين سواء البرو والبرو بلاس فتخيل هذا المعايير رح تزيد الكلفة وبالتالي رح تدفع أكثر وبما أنه هذه الكاميرات جديدة ومستشعارات جديدة رح تعبر إلى الدولار أكيد يعني بالنسخة العالمية لهذا النسخ وأيضا نسخة الـ 12 جيجا من ناحية دعم الرامات رح تكون توفرة فقط على البرو والبرو بلاس يعني حتى ما تأخذ إذا تحتاج الأكثر من 8 جيجا من ناحية الذاكرة عشوائية رح تضطر تدفع إلى البرو أو البلاس ولكن مع الأدشنال الثانية أو الأكسترا رح تأخذه هو مسألة الكاميرات الجديدة اللي تكون أفضل من النسخة العادية مع الميدعش نصيحتي الميدعش ما يسوي سعره يعني وذكرت لكم أنه لا تتسرعون الأسعار العالمية تختلف عن الأسعار الصينية فبالتالي هذا كل ما موجود اليوم بحدث شوامي ميدعش رأيك بهذه النسخ هل منتظر هذا النسخ؟ وقت تنزل هذا النسخ يا مختار من المفترض قبل نهاية شهر الثاني تنزل بالصين وبعد شهر الثالث يعني بعد MWC ممكن رح تعرض لنا هذا النسخ البرو والبرو بلاس أو فقط البرو تهياتي لكم بشكل مختصر سريع كانوا ياكم مختار علاقين من قناة مختارتيك